اعلان المستشفى اللبناني الجعيتاوي مستشفى جامعيا بالتعاون مع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية مناسبة اليوم العالمي للمريض ومناسبة اعلان المستشفى اللبناني الجعيتاوي مستشفى جامعيا بالتعاون مع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية مناسبتان حضرته في احتفال رعاه البطرياركو الراعي بحضور عدد من الشخصيات السياسية والطبية والاجتماعية إلا أن الاحتفال لم يخلو من السياسة فحضرت في خطاب وزير الصحة يا غطة البطريار أسمح لنفسي بأن أودعكم أمانة اللبنانيين القليقين اليوم على مستقبلهم من هذا الاشتباك السياسي الحاد الذي لا نرى له أفقا إلا بالعودة الفعلية إلى الطلاق وصولا إلى التفاهم حول قانون جديد للانتخابات النيابية خليل شدد على أهمية الالتفاف حول الجيش لا أتحدث بضرورة دعم الجيش والوقوف إلى جانب الجيش هذا أمر محسوم ومحتوم وعلى القيادة السياسية أن تكون ملتزمة به بل علينا أن نترفع عن إدخال الجيش في أي حسابات وانقسامات سياسية كما وأعلن خليل أن الوزارة خصصت صقفا إضافيا للاستشفاء قدره 500 مليون ليرة لبنانية لهذه السنة بدوره البطريارك الراعي شدد في كلمتها على عطاءات المستشفى اللبناني لجعتاوي مشيدا بدور وزير الصحة وكانت كلمات عدة شددت على أهمية التعاون بين الجامعة والمستشفى كما وأقيم يوم مفتوح لمعاينة المرضى مجانا ترجمة نانسي قنقر